بالنسبة للتغطية الصحية هناك تطور لأنه كان نظامين اللي بالنسبة للمأزورين ديال الإدارة العمومية اللي هو من خلال التنظيم ديال الكنوبس اللي هي كتهتم بالقطاع العام والنظام ديال صندوق الوطني الضمان الاجتماعي اللي كي يهتم بالقطاع الخاص هاد المنظومتين اللي اتنين مجتمعتين كتتهم تقريبا ما بين 6 الملايين ونص الى 7 الملايين ونص ديال الناس توم ما رامد النظام ديال المساعدة الطبية اللي كتتكفل بيد دولة بالنسبة للطبقة اكتر فقرة واللي في الهاشاشة اللي كتهم وغاديهم 8 الملايين ونص ديال السكينة بقي جوز اخر من السكينة بعضهم عندهم امكانيات بعضهم عندهم امكانيات كبيرة بعضهم عندهم امكانيات محدودة اللي ما يمكن شيء يستمروا خارج نظام ديال التغطية الصحية والمشروع اللي خصنا نبنيه جميع هو كيف نستوعب هؤلاء المواطنين وهذه المواطنين باش تصبح التغطية الصحية كتشمل كل المغاربة احنا بدينا في تفكير بدينا في تفكير ديال الاليات وربما خص نديره خطة عمل استراتيجية اللي نوضعه لها واحد الافاق زمني باش يمكننا ندير نظام ماشي سهل ولكن عندنا تفكير على مستوى الوزارة سنعرضه قريبا على عدد من الفرقاء وبغينا نعملوا واحد نوع من دوا وطنية اللي نتكلموا فيه على هذا الأمر الشق الثاني اللي تكلمت عليه هو نظام ديال التقاعد وكما تعلم نظام التقاعد مشخ خطوات كبيرة في تفكير في الإصلاح دياله الآن اجتمعت اللجنة الوطنية في المدة الأخيرة في رئاسة رئيس الحكومة وحضور فرقاء الاجتماعين تم الاتفاق على بعض الأشياء وهو أننا سيبقى جوز الأنظمة النظام اللي سيكون في القطاع العام ونظام اللي سيكون في القطاع الخاص وهذه جوز الأنظمة الأساسية تمكن تضاف إليهم أنظمة تكميلية هناك بالنسبة للتقاعد هناك فئات أخرى خارج التغطية خسنا نشتغلوا كذلك الإدماجها في الأنظمة اللي متروح وهو متروح إشكالية ديال الديمومة ديال هذه الأنظمة والتوازن المالي ديالهم تكون فرق ديال العمل اللي الآن كتشتغل باش تقدم الاقتراحات ديالها لهذه اللجنة الوطنية وهناك نعمل استعجال بالنسبة لاتخاذ القرارات نحن ننتظر الاقتراحات اللي غادي تجي من هذه اللجنة اللي مبترين فيها كل فرقاء الاجتماعيين هنا هنمجل كذلك للحوار الاجتماعي باش يمكننا نتخذوا قرارات من دون شك على أن القرارات اللي غادي تمشي غادي تمشي في اتجاه المقاييس ديال نظام ديال التقاعد ربما السن ديال التقاعد اللي تم المراجعة دياله ربما إشكالية أخرى اللي مرتبطة وطبعا نشي المغرب الوحده اللي غادي يعمل هاد الاصلاحات عدد ديال البلدان اللي فاتوا هنا في هذا المجال خسنا نستفدو منها الآن المغرب تيعرف واحد التقلب في الهرام السكاني دياله وعلاقة الساكنة الناشطة مع الساكنة اللي كبشي للتقاعد والساكنة الأخرى خسنا نلقاو الحل اللي يجعل هاد النظام يستمر ونحفظوه هاد التضامن مبيل الأجيال مايمكن لنا شي نعطيوه للشيوخ لحق ديال الشبان ومايمكن لنا شي نطلبوه من الشبان مايساهموش في التضامن مع الناس اللي وصلوا لسين ديال التقاعد إذن الإشكالية السياسية وهي كدلك في نفس الوقت ماليا وتدبيريا